مساء الخير لكل مشجعي ومحبي برنامج القرى والجماهير أهلا بكم وإن شاء الله حلقة فيها كل الأخبار الحصرية تكون معنا هنا في البرنامج بس قبل ما ندخل في فقراتنا نرحب بضيوفنا الدكتور إبراهيم البطل المحاضر الدولي بالاتحادي الأسيا والمصري منور الدنيا كابتن إبراهيم حبيب يا كابتن سعيد أنا بتشرف بك كابتن أحمد دائما نكون ضيوف يعني على حسن الظن دائما بينا وإن شاء الله رب العالمين يكون برنامج قوي ونضيف لمشاهدينك مشاهدين إن شاء الله الله يبارك فيك كابتن أحمد الله يبارك فيك الترسناوي بقى الجميل الكابتن شريف جرجاوي حارس مرمى الترسانة والزمن الجميل منور البرنامج الكابتن شريف الله يخليك أستاذ أحمد أنا سعيد مع حضرتك واتشرفت بوجودي في البرنامج دوت وإن شاء الله أشرفت البرنامج طبعا إن شاء الله وأنا أسعدت بالدكتور إبراهيم كابتن سعيد سعيد بحضرتك أوي وأنا سعيد إن معي القامات الجميلة دي أشهد يا كابتن أحمد فيلسوف التحليل وعضو في الاتحاد المصري لنبز التعصب وعودة الروح الرياضية الكابتن سعيد شناوي منور البرنامج يا كابتن سعيد بنا يخليك كابتن أحمد وأنت اللي منوره كراءة جميلة منورة وقامات الكبيرة منورة دكتور إبراهيم دكتور شريف قامات علمية حاجة جميلة جداً ونشكر قناة الساحة والجميع منورنا بجد وأنا سعيد بوجود القامات الكبيرة معي النهاردة قبل ما ندخل في فقراتنا يا جماعة النهاردة النهاردة أصعب يوم في تاريخ النادي الأهلي والرياضة المصرية بصفة عامة وذكرى السامنة لمجزرة بورسعيد طبعاً بننعي شهداء النادي الأهلي من جماهير النادي الأهلي الأربعة وسبعين شهيد نتمنى لهم الرحمة والمكفرة وفسيح الجنات إن شاء الله وطبعاً في لفتة جميلة من الكابتن شكبالة والكابتن مصطفى محمد لعبة نادي الزمالك بنعيهم لشهداء النادي الأهلي على صفحات تويتر كل الشكر لنجوم نادي الزمالك وهي دو الروح الطيبة اللي إحنا محتاجينها تعود للملاعب المصرية فقراتنا النهاردة من حسن حظ برنامج القورة والجماهير إن يكون معايا ضيوف بحجم الدكتور إبراهيم البطل والكابتن شريف جرجاوي والكابتن سعيد الشناوي عندنا خبرين لازم قبل ما ندخل بقى في ممعة الأهل والزمالك ودور الأبطال طبعاً هنبارك لسه بقى للأهل وهنبارك للزمالك ولكن ما يهم الرياضة المصرية الناس دي يا جماعة بجد كل التوفيق وأنا بجد سعيد وفخور إن الدكتور إبراهيم البطل ابن من أبناء قفر الشيخ وفي ورشة عمل طبعاً عندي خبرين حصريين دول أول حد يتكلم عليهم في مصر في برنامج القورة والجماهير من خلال قناة الصحة والجمال هيكون عندنا هنعرف أكتر كواليس ورشة العمل بالنسبة لموهوبين مصر من خلال الدكتور إبراهيم والكابتن شريف جرجاوي هنعرف من خلال برنامج القورة والجماهير حالاً وأنا مش هحرق الخبر الحصري أسيب ضيوفي هم يتكلموا باستفادة عن ورشة عمل وبروتوكول نادي منشستر وليفربول بمبركة وزارة الشباب والرياضة وإن شاء الله هيتكلموا عنها باستفادة ياريت كل ناشئين مصر يكونوا متابعين هنا في البرنامج لأن ده حلم كل المصريين يبقى عندنا 2 مليون محمد صلاح نبدأ مع دكتورنا الجميل الدكتور إبراهيم البطل ويتكلمنا باستفادة عن ورشة العمل بالزبط الأول لأن أنا أتشرف أن أكون أحد أعضاء اللجنة المختارة على المنساء الجمهورية تمام وطبعاً كان ده الموضوع ده أتكلم فيه كابتن أحمد ناجي من فترة طويلة وعملنا من شهرين وكان فيه مدخلة ووضح فيها حاجات كتير هي هتتعمل في جميع المحافظات الـ 26 محافظة الـ 26 محافظة تمام هيبقى فيها الاختبارات دي هتتم فيها وهيبقى فيه لجنة مشكلة من المدربين وهيبقى فيه ورش عمل تانية للمدربين على السن هيبقى فيه برامج تدريبية تخاصة بكل سن من كل عمر كل عمر من الأعمار بتاعة الولاد تمام بما يتناسب مع قدراتهم البدنية والمهرية وبما يتناسب مع الفروق الفردية التي تبقى موجودة بين اللعابة وبعضهم وبعدين هيبقى فيه بعد كده يعني وزارة الشباب يعني متمثلة في الدكتور أشرف صبح يعني بسم الله ما شاء الله كان فيه متابعة جيدة يوم الاختبارات في مركز شباب الجزيرة طبعا كابتن شريف يقدر يحكي أكتر مني في اليوم ده كان يوم جميل كان متواجد الدكتور أشرف كان بيتابع والشركة الإنجليزية كانت موجودة بالكوادر بتاعتها في ورشة عمل كنا إزاي ننطقي المواهب تمام يعني هي كالناحية علمية إحنا بنختار أكتر الموجودين عندهم المهارة وبتتمثل في بعض المعايير محطوطة بنختار على أساسها واختيرها لكل محافظة من المحافظات كمدير فني بالنسبة للعيبة ومدير فني بالنسبة للحراس وإن شاء رب العالمين بالنسبة لنا نحن في كافر الشيخ برضو حصري كنت أنا كلمت مع الأستاذ أشرف محمود المعلق الرياضي هو المسؤول واللي هو اللي بينسق معنا كل شيء في النسبة للمحافظة كافر الشيخ يعني هو التسجيل دلوقتي موجود على النت في موقع بنسجل من خلاله لكن للأسف الشديد كافر الشيخ ممكنش موجودة فيه فهذه تبدأ تتحط أنا مسؤول هناك في كافر الشيخ دلوقتي عن حراس المرمى وهيبقى إن شاء الله كابتن أشرف طلحة لعب الزمالك السابق هو اللي يبقى مسؤول عن الكابتن أشرف طلحة هو اللي بقى مسؤول طيحنا ماذا ده في كافر الشيخ يا دكتور نعملها يعني زي مراكز مثلا هو ده فعلاً اللي حصل هو ده اللي تم بالفعل وجبنا الخريطة بتاعة كافر الشيخ وقسمتها لأربع مراكز غير المركز الرئيسي اللي هي موجود في كافر الشيخ ده هيبقى فيها مركز والأربع مراكز الأخرى هيبقى فيه واحد في بيلا بيلا الأساسي والحمول أساسي وتسوق أساسي وسيدي سالم أساسي أربع مراكز جغرافي ده توزيع جغرافي يجمع المحافظة كلها طيب هيبقى دكتور كل جهاز فني خاص بمركزه يعني نادي بيلا مثلا نادي بيلا هيبقى مدربين ومن بيلا يعني مثلا في بيلا هيبقى كابتن وليد الشبراوي هيبقى كابتن أحمد مهر هيبقى موجودين كابتن أحمد مارعي أنا هبتكلم بالنسبة لحريس المرمى بالنسبة لحراس المرمى طبعاً لسه فيه لجنة هتختار وفيه هيبقى فيه سفيهات بالنسبة لو فيه الأفضل هو اللي هيبقى موجود ده هيتعمم على مستوى الجمهورية طبعا على مستوى الجمهورية بكلم على الخص بتاعتي أنا أو الجزء بتاعي أنا اللي هو كفر الشيخ في دسوق هيبقى كابتن ماجد منسي موجود قلنا في سيدي سالم كابتن حسن سلامة أنا بحييك على اختيارك ليه دكتور أنا أعرف طبعا المحافظة وعارف يعني توزيعها الجغرافي هو الأربع أماكن الأربع مراكز والمحافظة كده انت لمت محافظة قفر الشيخ دي بشرة لشباب وناشئين وبراعم محافظة قفر الشيخ إن شاء الله بالتواصل بس إحنا برضو مش كافي التواصل على النت يا دكتور ياريت يبقى فيه دعاية أكتر لإن ده حلم كل شاب في مصر وكل ناشئ في مصر يعني أنا بستغل الوجودي مع حضرتك في البرنامج ومنبكور الجمهور اللي متشاف في كل حتة أنا بدي من هنا رسالة بتوعقى في الشيخ بالذات إن إحنا متواجدين في النادي ومتواجدين بصفة مستديمة مستقبلين أي حد ولكن فيه هيبقى فيه تنصيق بينه وبين الكابتن أشف محمود على أساس إنه يبقى فيه استمارات موجودة فيه واحد موجود من الشركة هو اللي مسؤول عن الاستمارات بحيث إنه يعني كمان ما نعملش إجهاد على الناس اللي هتيجي من بيلا والناس اللي هتيجي من دي سوق ناس ما هو كله هيروح له بقى يعني بيلا في بيلا حمول في الحمول سيدي سالم في سيدي سالم هيبقى فيه متابعة من كابتن أحمد هيبقى فيه علام مسبق سيدي سيدي لا هيبقى فيه علام مسبق وأنا بستغل نحن موجودين حاليا وبعلن عنها يعني أنا بعلن عنها دلوقتي نحن مستنيين ولدنا ناشيئين من سن 5 سنة 14 سنة من 5 لـ 14 من 5 لـ 14 سنة نحن إن شاء الله رب العالمين عايزين نقيم المركز بتاع كفر الشيخ بأقصى سرعة ون الموهوبين اللي موجودين يستفادوا من الخبرات اللي موجودة ومن البرنامج اللي معمول عندنا في كفر الشيخ براعم وناشيئين إن شاء الله يعني حاجة جميلة جدا وهيسعدوا كل المصريين إن شاء الله أنا مش عايز أقول معلومة بس أنت لابسك لكل أندية مصر بما فيها الأهل لحد كلها فيها لعبة من كفر الشيخ كلها لعبة بكلها من كفر الشيخ ونفيش نادي في مصر ما فيش لعبة من كفر الشيخ أروح بقى لنادي الترسانة والدكتور والكابتن شريف جرجاوي حضرتك هتبقى متخصص فين بالنسبة لشركة ستارز وفي إيجبت ورعاية الموهوبين في مصر يعني الدكتور إبراهيم هيبقى في محافظة كفر الشيخ طب الكابتن شريف جرجاوي هيبقى فين أنا حضرتك أنا طبعا أنا بمس على حضرتك وسعيد إن أنا متواجد ده شرف لنا والله ده شرف لنا دكتور إبراهيم البطل أخوي الكبير اللي ساعدت بتواجده في قطر تمام ما أكفلش حق أنا عارف أنا طبعا ما نوهتش للجمهور إن حضرتك اشتغلت في أم صلال القطري مدرب حراس مرمو اه اشتغلت في مدرب حراس مرمو مفناده أم صلال القطري وانا سعيد بالشخصية الجميلة انت سان جميل يا كابتن شريف بنا خليك يا دكتور وانا سعيد برضو هقفح كلامك يا دكتور حرس المرمو بيرقب بالسد العالي طب تخيل أنا بقى قاعد في حضرت اتنين سد عالي يعني سيد الحمد لله بنا خليك الحاجة التانية احنا طبعا أنا عن نفسي بشكر كابتن أحمد ناجي على السقة الكبيرة طبعا حد قيمة كبيرة طبعا ومعا كابتن سيد عادل ده كان أحد كوادر مدربين حراس مرمو فناد المصلال تمام أنا جالتي لفهم فعلا من الكابتن سيد عادل إن الكابتن ناجي اختارني من ضمن المنظومة سترقف إيجبت أن أنا أكون من ضمن الكوادر المتواجداء تمام احنا طبعا عندنا تلات مراكز شغالين عليهم في القاهرة اول حاجة عندنا مركز الشباب الجزيرة مركز الشباب الجزيرة وعندنا مركز شباب التجمع الأول التجمع الأول ومركز شباب الشيخ زايد دول الثلاث فجوع اللي هيبقى فيهم في القاهرة إن شاء الله أيا كان دور شريف الجرجاوي مدرب مشرف في الثلاث مراكز شباب دول أيا كان أنا متواجد في أي مركز أكون مسئول أو مدرب من قبل كابتن أحمد ناجي أنا تحت أمر وزارة الشباب ورياضة طبعا تحت رعايتهم تحت رعاية الكابتن أحمد ناجي إحنا الأول الأخيرة عملنا فعلا كان فيه ورشة عمل وكان معانا يحضر معانا الدكتور باهيم البطل وحضر معانا مجموعة كبيرة من المدربين في المحافظات كلها تحت لها الفرصة إن أنا أتعرف طبعا على كوادر كبيرة متواجدة معانا كان معانا الدكتور عماد سمير وكان معانا مجموعة كبيرة الأكاديمية الكابتن عادل عبر أحمن كابتن عادل عبر أحمن دي حاجة جميلة جدا وأنا ساعدت به فطبعا إحنا دلوقتي حضرتك زي ما أنت شارف إحنا عملنا ثلاثة أيام ورشة عمل للمدربين جم اللي هم الثلاثة محاضرين كانت في مركز شباب الجزيرة كانت في مركز شباب الجزيرة في قاعة المحاضرات إحنا جلنا حضرتك ثلاثة محاضرين من الاتحاد الإنجليزي واحد من ليفربول واحد من منشوستر وينايتد وكان الماسك رئيس لجنة المحترفين للمواهب في الاتحاد الإنجليزي عملنا ورشة عمل إزاي نرتاقب المدربين زي ما قال الدكتور بريم ونختار الولاد ودي حاجة كويسة إحنا كمدربين إحنا طبعا الدكتور بريم عارف إحنا كان عندنا ورش عمل كنا بناخدها بره مصر فده أتحلنا الفرصة أن احنا كمان نعيد ذكرياتنا ونعيد المخزون اللي كان عندنا فعلا من هذا الكلام حتى كان فيه نقاش ما بين الدكتور إبراهيم البطل والمحاضرين واعجبوا بالإرقاء الدكتور إبراهيم في هذا الموضوع يعني في الكلام واتكلمنا معهم وشافوا قد إحنا ككوادر مصرية في مصر فعلا بفضل الله نقدر نشتغل على هذا الموضوع شيء الثاني حضرتك احنا دلوقتي عندنا لعيبة وحراس مرمى ما بينولش الحظ أنه هم يتسجلوا في أندين المشروع دوت مشروع لأولاد كتيرة احنا جلنا أكتر من حوالي 1500 أو 2000 ولد اخترنا منهم 500 لاعب بالزبط وأكتر 500 لاعب وأكتر في الثلاث ايام اللي احنا عملنا فيه مختبارات الاختبارات اللي احنا عملناها حضرتك عملنا ثلاث دفعات أنا بالنسبة لك حراس مرمى كان بيشتغلوا على الملعب الصغرية والملعب الكبير على حسب الفئة العمرية المتولدة وحصل تزديدات على حراس المرمى برضو على حسب الفئة العمرية المتولدة أنا بناشد من برنامج حضرتك أن المشروع ده مشروع قومي طبعا طبعا هتفيد البلد بل بالعكس احنا نخدم بلدنا احنا كنا بقى مصر كنا متعطشين أن أي حاجة تحصل في بلدنا نخدمها عارف وجهة نظر الضعيفة كابتن شريف تفضل ده بداية المصاري الصحيح للرياضة المصرية من خلال شركة ستار في إيجبت وبرعاية مصاري الشباب والرياضة السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي أنا بناشد كل البراعم والناشئين هو ده المصاري الصحيح لتطوير الرياضة المصرية بالضبط وغير كده كابتن أحمد احنا دلوقتي احنا بنشتغل على أسس علمية صحيح تمام انت النهار ده حضرتك لما تجيب كوادر تجيب الدكتور إبريم البطل تمام وتجيب الكابتن سيد عادل وتجيب الدكتور كابتن عادل عبر رحمن يعني انت حضرتك فيه كوادر كابتن أحمد ناجي على راس المنظومة على راس المنظومة حضرتك فبالتالي احنا الحمد لله وفضل الله دلوقتي شغالين شغل الحمد لله على أعلى مستوى ومستنظرين أفرع تانية اختبارات تانية الولاد اللي هي هيبقوا معانا في الفترة القادمة هيعلن عنهم الأسبوع القادم دوه من قبل شركة أوف إيجيبت ستار أوف إيجيبت طبعا برئاسة المهندس عمر مهنة هو المسؤول وإن شاء الله الفترة القادمة هتكون حاجة كويسة ومميزة للاعبة مصر وحراس مرمى مصر أكيد أكيد وربنا يكرم احنا بس أهم حاجة احنا الفترة اللي جاية ديت احنا بنبص للولد يعني الولد البراعم بتعرف حياتك النهاردة بقى فيه برنامج تدريبي انت بتشتغل عليه بتوعي فيها المراحل العمرية وهقول بقى بكل شفافية وبكل صراحة كابتن شريف بعد المجهود الرائع اللي بيبزلي الآن على أرض الواقع طبعا المشروع ده بعيد عن ما يسمى بالسبوبة لا لا مفوز سبوبة حياتك لو مفوز سبوبة بجليل من الوزارة الشبابية اللي بتبعع هذا الموضوع انت طبعا حضرتك فاهم طبعا حياتك الأكاديميات اللي بره لكن لا ده ده تبع الدولة احنا حياتك شغالين تبع الوزارة وأكيد مليون في مئة هم أضرب الموضوع ده كله وأنا يا جماعة بجد أنا ممكن أتكلم كل حلقة في الموضوع ده وكل دقيقة وكل لحظة وانتو حضرتكم لو لاحظتم كان عندنا النهاردة كنت باير رياضة المصرية وصعودهم لربع النهائي وألف مبروك لهم طبعا هنجيلهم في الفقرة التانية ولكن ده لا يشغني الآن أنا يشغني المنظومة الجميلة الرائعة اللي هتحزو حزو الدول الأوروبية وبرعاية مين؟ مانشستر وليفربول أعلى ناديين بيلعبوا رياضة أو بيلعبوا قورة فإحنا خلاص بدأنا نحط رجلينا في المكان الصح بشرة لكل ولي أمر ولكل برعم وكل ناشئ على أرض مصر من اسكندرية للسعيد الفرصة متاحة يعني أنت موهوب أنت حاسس أن عندك موهبة انسى بقى السبوبة وانسى المصالح الشخصية وانسى الأكاديميات اللي بتتعمل في ربوع مصر بطريقة خاطئة الدولة ونادي مانشستر ونادي ليفربول ووزارة الشباب والرياضة وشركة ستارز وفي إيجبت شركة هولندية شركة هولندية جايبا لكم كوكبة الرياضيين في مصر في كل المحافظات وفي كل المراكز وفي كل الأندية أظن مش هنروح بعيد وكل اتجاهنا هيبقى منصب على ستار وفي إيجبت اللي هتخرج لنا بأمر الله 2 مليون ونص صح يا كابتن براهيم 2 مليون ونص ناشئ في مصر وبدون سبوبة وبدون مصالح شخصية وكوادر على أعلى مستوى أنا عايزة أضيف حاجة بعد حضر يا ريت أنا مش عايزة أقلل عن الموضوع ده إحنا لو بصينا للأمر السينية المخدرة لو أنت عايز تعمل فعلا منتخبات قوية هتعملها من خلال البرنامج اللي إحنا شغالين فيه ده لأن دلوقتي يعني عشان تعمل تصحيل المنظومة أو أن أنت تطلع على عيب موهوب وتبقى بتنافس في البطولات اللازم أبدأ من القاعدة من تحت هو ده الأساس القاعدة من تحت هو ده الأساس تربية الناشئ تربية سليمة صحية رياضية رياضيا تمام لازم يكون الأساس بتاع التعليم للمهارة زي بالضبط أنت ابنك بلي خش المدرسة وهو صغير بي خش مرحلة مراحل كل مرحلة من المرحلة دية لها برنامج لازم هو ياخده ما ينفعش في السن الصغير أدي له الشغل بتاع فئة سنية أو اللي في ابتداء يأدي له المنهج بتاع الأداء تضم الصغير صغير 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 2034 كاس عالم هيبقى الناشئ اللي انت بتختاره دلوقتي عنده سبع سنين هيبقى عنده 19 سنة السن المنافسة الحقية وزهور الموهبة واللي عنده 14 سنة هيبقى عنده 26 سنة وهو ده هو ده السن ما بين 19 و 26 هو ده اللي عابد داودي هو ده اللي هيمثل لك اللي عابد داودي أنا عايز من الاتنين مليون ونص دولار 30 لعيب وخمس حراس مرمى هنفس فيهم يعني الناس ممكن تقولك في الكلمة ازاي هتنافس لها ممكن هنفس مصريين احسائية كمانة كابتن أحمد اتعملت السن اللي بتوعوح من 5 14 اتعملت احسائية 24 مليون ناشئة على مستوى الموصف مصر احنا عندنا 14 مليون شاب ولد 24 مليون الناس اللي اجانب دي لما جات تعمل البرنامج هنا ما جاتش من هباء عملت دراسة مسبقة وعرفت ان مصر ولادة وعرفت ان مصر عندها 24 مليون في السن ده ماشاء الله لما اطلع من ال 24 مليون واشتغل عليهم لمدة 12 سنة هننقل نفسنا نقلة تانية خارج بعيد بقى عن تعصبات الاهل والزمالك والاسماعيل هو اللي عايز اشتغل صح وعلميا لازم انه يرتقي بفكره ويرتقي بميوله ويرتقي باخطاءه ويرتقي بالصواب والخطأ ويشوف ايه الصح اللي لازم يعمله احنا عندنا اخطاء لازم ان نعترف بيها ده اكيد لما نعترف بيها هنقدر نسلحها لكن هترمها كل شواء هنكابر وقولوا لي احنا مش انساها مش انساها مش انساها مش هنوصل ده راجة انه اخر يوم يا سيد احمد الجزء ايه برضوك الاخيرة اخر يوم احنا شرفنا الدكتور قشف صبح تمام اخر يوم اختبار للولاد ايوة والولاد شافوا الدكتور قشف صبحي وانبسطوا جدا ليه احنا لما نلاقي الدولة فعلا بتساند هذا المشروع وهي اللي بتعمل هذا المشروع لحاجة جميلة جدا تمام الولد لما يبص لحياتك لكمات الدولة ان هي تبص على الموضوع ده تبقى حاجة جميلة تمام والله يا دكتور بريد بزبط دي راشد صبح يعمل موجود ده رائع بجد مدى السعادة اللي يعني اللي أنا موجود فيها الان ده بداية الطريق الصحيح وهناشد للمرة المليون وهناشد كل حلقة وهفكر في كل حلقة يا أولياء أمور الناشئين في مصر انسوا بقى اللغبطة والسبوبة اللي شغالة من خمس سنين فاتوا او من ست سنين فاتوا جالكم حلم لكم حلم لأبنائكم وفي بلدك ما انتش هتسافر ابنك مش يركب موسطات الساعة ستة الصبح ويروح القاهرة ابنك مش هيسافر من قفر الشيخ روح الغربية مش هيسافر من الصعيد يجي القاهرة في محافظتك في مركزك في بلدك وعندك كوكبة نجوم مصر هي اللي هترعى ابنك وهي اللي هتدربه تدريب علمي وانا لفت نظري من كلام الدكتور ابراهيم والكابتن شريف جرجاوي ان الناس دي ما بتشتغلش بعشوائية ده هم حددوا الاول العمر اللي هيشتغلوا عليه من سن خمس سنوات لسن أربعتاشر عام من خمسة لأربعتاشر الأعمار دي التسعة أعمار دول بيتراوح عددهم في جمهورية مصر العربية أربعة وعشرين مليون ناشئ تخيل حضرتك أما نشتغل عليهم زي ما الدكتور ابراهيم قال في كاس العالم الفين أربعة وثلاثين أما تشتغل على أربعة وعشرين مليون نحن هنعمل أربعة وعشرين مليون مركز منتخب دكتور ابراهيم إن شاء الله نحن هنعمل فريق واحد نتمنى ونأمل أن نحن ننجح نحن بنسعى للنجاح وإن شاء الله نتمنى أن ننجح ونوصل لمنتخباتنا العمار السنية كلها لمستوى عالي بالفكر وبالعلم ونوصل لأن نقول نحن المصريين عندنا قامات كبيرة وعندنا خامات كبيرة وعندنا كنوز بس عارف لفت نظر إيه يا دكتور الجماعة الغرب بيفكروا يعني هم رح لهم لاعب واحد اسم محمد صلاح ما فكروش هم بقى في محمد صلاح ده فكروا محمد صلاح طلع من ايه طلع ازاي او طلع ازاي وصلوهم ازاي فهم بدأوا يشتغلوا ويفكروا فهيطلعوا أنا عارف إنه يطلعوا اتنين مليون ونص محمد صلاح شوز أحمد ده أنا دكتور ابراهيم شاف عمل بريزنتيشن محمد صلاح وهم بيحضرنا يعني هم بيحضر لنا المحاضر عمل بريزنتيشن لمحمد صلاح تخيل إن حضرتك إحنا متواجدين نبقى قاعدين كمصريين فخورين بابن بلدنا ابن بلدنا هذا الوضع اه طبعا طبعا فتخيل إن إحنا المشروع ده لما يطلع إحنا مش هنبالغ هنقول خمسة زي محمد صلاح ده إن شاء الله اثنين مليون ونص وانطلع وانطلع عشرة وانطلع عشرة عصام الحضري إن شاء الله بريزنتيشن تخيل إن حضرتك طب رقم عشرة ده لهم نسبة هل تعرف إن كابتين أحمد ناجي قال لي نفس الرقم عشرة؟ أكيد 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 كابتين أحمد كابتين أحمد ناجي ده حاجة جميلة كابتين أحمد وفكره عالي جدا في الشغل وشاهل بقى جميل يعني بقى حس الراقي يعني هروح بقى الموضوع ده زادة تم أيوه وليه محمد صلاح بالزاد أيوه نحن عندنا لعبة كتير جدا في أوروبا أفرقى بلعبوها فرقى تمام محمد صلاح رفع القيمة التسوقية لنادي ليفربول تمام محمد صلاح زود أسهم مادية واقتصادية في نادي ليفربول تمام محمد صلاح كان نقطة تحول في تاريخ ليفربول طيب أعلى أكاديميات في العالم فين؟ نعم منشستر يونايتد منشستر سيتي ليفربول إذن الناس دي جاية تشتغل شغل أكاديمي والأجمل والأروع إن هم عملوا إيه؟ إن هم أحسوا وشعروا إن فيه عندنا قامات كبيرة أصحاب علم نتفعنا في الحلقات اللي قبل كده من كرة القدم علم أنا سعيد جدا لإن هم بيسيروا على هذا النهج وبينهجوا نهج جميل جدا بالاستعانة بمين؟ بالاستعانة بقامات كبيرة دكتور أبراهيم كابتن شريف كابتن أحمد ناجي الحاجة الجميلة دي هالناس دي هات مخلتش الخرادة من فراغ نا فيها معانا خمسة وعشرين أكيد طبعا أنا مش عدرس من أصماء وكله آه قامة كبيرة إحنا جزء من كل من تحدث يعني إحنا جزء من كل لا أقصد أقول لحضرنا كدكتور وكل شغال بنواها علمية وفكري عالي بالزب وخبرات كبيرة جدا في الأعمار دي بالزب يعني إحنا بنشرف إن إحنا نكون موجودين ضمن المجموعة الكبيرة اللي اختيرت من قبل الكابتن عدل عبد الرحمن وكابتن أحمد ناجي والأستاذ عمر مهنة باجل الوطني جدا وما بيخالش بأي حاجة على أي حد وطبعا وزارة الشباب تمثلة في الدكتور أشف صبعي حاجة جميلة آه ده مشروع قوى مشروع قوى هو قال يعني هو اجتمع بنا كمدربين في آخر يوم آه قال أنا جاي أخدم بلدي عايز أخدم بلدي عايز أطلع ولاد يحترف بره من هنا البداية على أسس علمية صحيحة إحنا حادثك بتشوف إحنا الأولى الأخيرة لاحزنا تدريبات حراسة المرمرة نهتكلم على التقاصص آه لقينا بعض المدربين بيشتغل مع البراعب نفس اللي بيشتغلوا مع الفريق الأول آه وده بقت مشكلة كبيرة في السن اللي إحنا بنشتغل فيه آه لازم أن نتعلم أصص وأساسيات حراسة المرمرة آكيد من مراحل العمرية من البراعب أسر التدريب علمي بالزبط بالزبط فأنتو الحمد لله أنتو بتنهجوا النهج المصاري الصحيح للرياضة في مصر وهو ده اللي إحنا شغلين عليه في فترة القادمة إن شاء الله ومع الدكتور إبراهيم البطل كابتن أحمد ناجي وكابتن سيد عادل هو ده اللي إحنا بنشتغل عليه البرنامج برنامج التدريبي إزاي إن إحنا تعليم المهارات الأساسية لحرص المرمرة فيه أصص ومعايير وغير كده على كل مرحلة عمرية زي ما قال ما الدكتور إبراهيم البطل قال مرحلة عمرية إحنا مش هينفع ولد في ابتدائي أدي له شغل سنوي ولد في إعداء دي أدينه شغلك وإجام على بالضبط على حسب مواحلة عمرية ده كان الخبر الحصري الأول عندنا هنا في برنامج الكرة والجماهير ومن حصن حظنا أخبر حصريك كتير أنا مش عاوز أتكلم عن الأهل والزمالك والله يبدل خبر حصري آخر لمدربين مصر وطبعاً ما يبقى معنا فيلسوف التحليل كابتن سعيد شناوي عندنا خبر حصري معايشة لتدريب المدربين المصريين في نادي ميلان الإيطالي واختيار أربعين مدرب مصري طبعاً يكلمنا باستفادة كابتن سعيد شناوي عن هذا الخبر أولاً ما يخسرش ديك كده طبعاً لأن أنا ما ما فيش اختصار إحنا ما خرأتكلم أهل زمالك النهار لأ برضو هنبارك يعني هنبارك بسه هنبارك لهم دكتور كابتن سعيد شناوي الخبر اللي جان على من اتصال هاتفي من من إيطاليا من كابتن محمد علي وكابتن محمد علي أحد الطيور المهاجرة من كالنعيف غز المحلة بسم الله ما شاء الله حاجة تشرف حاجة جميل استقر في إيطاليا ويملكه الجنسية الإيطالية ولكن قلبه ومشاعره ونبضه وكل شيء بينتمي إلى مصر وعايز يهمل أي حاجة جميلة المصر فيها منظمة الآيك واللي هي منظمة الآيك ديها المفوضة من الاتحاد الإيطالي شغلتها إيه؟ هي منوطة برافع مستوى التدريب يا كابتن إبراهيم لمدربي قطاع الناشئين تمام في العالم كله وتم اختيار أربعين مدرب وتم عمل تفويد لكابتن محمد علي بفضل الله وكابتن علي طبعا مشرف في أكاديمية نادي ميلان فتم عمل تفويد لي والتفويد موجود عندنا طبعا كابتن محمد علي خصص أربعين مقعد لمدربين مصر من مية وعشرين مدربين خصص أربعين يا دكتور إبراهيم حاجة جميلة فدية إن شاء الله تكون في 30 سبتمبر هيتم إرسال التواصل مع الاتحاد المصري واتحاد المصري هتعامل مع الأندية ويتم التسجيل للمدربين ودية لمدة مية وعشرين ساعة داخل نادي ميلان بإشراف الاتحاد الإيطالي بشهادة موسقة متحاد الإيطالي ورفع مستوى المدرب وحاجة جميلة جدا وفي نفس هذا البرنامج الحلقة القادمة هنعرض إن شاء الله التفاصيل كاملتين كل التفاصيل كل تفاصيل اشتراك الأربعين مدرب في المعايشة التدريبية في نهاية إيطالي هتبقى من خلال برنامج القرب بإذن الله بإذن الله وهيتم تفضل يا يا كابتن يعني يا كابتن سعيد إحنا دلوقت حياتك قلت لنا الاتحاد المصري يعني الجهة الشرعية كمدربين حراس مرمى أو مدربين لعبين مش كده برضو يعني كده هنتيح الفرصة للجيل اللي طالع اللي هو واحد زي حالتي كده ممكن ياخد كتاب من الاتحاد الكورة أطلع أروح معايشة حراس مرمى دكتور إبراهيم مدربين كتير يعني إحنا بنتكلم برضو على الجهة الشرعية يعني إحنا ما ننساش ونغفل الدكتور محمود سعد المدير الفني ده مهم لما تكتن سعيد قال كده إن الجهة الشرعية اتحاد الكورة بالعكس الاتصال كان ده مهم كلمة وكان تعالي في إطاليا وحاجين في الطريق وطبعا هيبقى من خلال منظومة شرعية الناس دي تحترى الناس دي شغالة باحترام مروقية من أروح المدارس والناس شغالة بنظام لا الناس دي عندها نظام وطبعا الاتحاد المصري متابعي القرى وجماهير طبعا الخبرين دول يعني أسلجوا صدري نروح بقى للعك الرياضي القرى والإفريقي إحنا زهقنا بجد حتى الرياضة كنا بنكلم عن رياضة في مصر وتأخرها حتى في أفريقيا لسه شفت المنظر النهاردة مباراة الهلال ونادي الأهلي إحنا بقينا في 2020 يا جماعة ما عادش بيحصل كده في أي بلد في العالم وبعدين أنا شايف تحليلي أنا فريق الهلال إحنا في مصر عملنا له هالة إعلامية إنه فريق هيخرج النادي الأهلي النادي الأهلي ممكن النهاردة لو جي على نفسه شوية واشتغل شغل كورا النهاردة يكسب الهلال ده 3-4 نادي طبعا أجواء صعبة ألف مبروك للنادي الأهلي صعوده لربع النهائي وألف مبروك للنادي الزمالك طبعا كان عندنا مباراة الزمالك وأول أغسطس والأهلي والإعلال السوداني طبعا إحنا خدنا وقتنا كله في الخبرين الحصريين عندنا هنا وده اللي كان يهمنا في البرنامج أما الزمالك والأهلي أنا هسأل ضيوف الكرام وهم مقامات كبيرة في الرياضة هل مستوى الأهلي والزمالك هيكمل في البطولة يا دكتور؟ أتمنى التمنى حاجة والواقع حاجة لا أنا أقول لحظك أتمنى معنى كده أن الواقع لا يبشر بالأمن كابتن شريف زمال كابو أنا عارف لا أنا طبعا أنا عملي ما بختلف مع الدكتور برهن بس هيختلف مع المراضة في إيه بقى؟ معرض إن أي فرقة أيوة الكابو بتاع هينزل شوية ماشي وده شغل مدرب في المرأة لو المدرب فعلا عنده درايا بخبرات اللعيبة حياتك لو هتشوف اللعيبة أهلي وزمالك لعبه كم ماتش في أفريكيا يا كابتن أحمد تمام فمن هنا معلش يعني إجهاد مثلا لأ ضغط الماتشات دعا لي عامل برضك أنت النهاردة نادي الزمالك مريح لعيبة أيوة نادي الأهلي اللعيبة اللي فيه كان وليد سليمان كان مصاب تمام شوف حضرتك رجع إزاي أنا بتكلم على كدبين القرى المصري طب إنت أراك إيه في مستوى أداء الأهلي وأداء الزمالك في المنافسة اللي جاية لأ إن شاء الله أحنا خراص الحمد لله من بارك لهم والحمد لله لتنين صعدوا وصعدوا تواني ما صعدوش أول لا إن شاء الله هيعملوا مراكس كويسة و أنا متفائدة جدا جدا ما هذه أمنياتنا طب فيلسوف التحليل رأيك إيه في الزمالك ورأيك إيه في الأهلي طيب نتكلم بس في الحتة دي باستفادة شوي براحتك أولا فرصة جميلة جدا لإن عندي أخ عزيز جدا علي ده رئيس ربطة مشجعي نادي الزمالك بمدينة عاشر من رمضان المهندس سعيد الدرين بقول له من هنا مبروك لعله وعسى تكون رتاحت معين هو مش مختنع في هذا المستوى طيب أرجع برضه نتكلم فنيات أنا باتفق مع الدكتور إبراهيم طيب مع كامل احترام لقامة الكابتن شريف وتاريخ كبير بصك المباراة النهاردة مباراة الزمالك وأول أغسطس الزمالك كان حصله دروب في المباراة الأخيرة مع مازمبي طيب الزمالك المفروض النهاردة يفاجئني بمستوى أعلى ومستوى أرقى ويديني كورة جميلة كلمة عليها أنا مصر وأقر وأعترف وأقول على الملأ كله أن كارتيرون لا يملك الصلاحية أنه يعيدها يكلت فرقة كابتن أنت عندك السعيدات تهايكل أنت عندك كاملة في نادي الزمالك أنت عندك قمة اللاعبين في نادي الزمالك نجوم كتير في نادي أنت لجهستهم من أول السيزون بدني وجاي في نص السيزون حصل لك دروب ما جهستش بدني صح ما جيشتش تكيلي أنا جاي كمشجع كورة أتفرج على كورة أنت بهذا المستوى هتطلع إزاي تلعب في ربع النهاية شفت أنت الرجال البيضاوي شفت الوداد شفت الترجي شفت مازمبي شفت المستوىات يا دكتور المستوىات جبارة أنا كنت متوقع أن الزمالك إيه أول أغسطس أول أغسطس الفريق المتواضع ما سكورة وعمل كنترول في الملعب على نادي الزمالك الزمالك كان بلعب دكتور بطرية عشوائية ما فيش تكتك في المباراة دي بالنسبة للنادي الزمالك بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي هو من صعب على نفسه هذه المباراة النادي الأهلي قلنا قبل كده النادي الأهلي بيجيد تخطي الصعوبات وابنعترف بكده وشخصيته عالية شخصية بطل لكن النادي الأهلي النهاردة برضو حصل له جزء من التوتر هتبال حضرتك وأهضر فرص طب أهضر فرص إزاي كابت طب ما عندكش جمل ما عندكش جمل وأنا عايز أسأل سؤال على الملأ بقى كمشجع رياضي كابتن محسن مروان مروان محسن أنا خلاص توتي في اسمه كابتن مروان محسن يا جماعة إمتى كل ما ييجي لعل حد يعلق لعلماتش وحد يحلل لماتش يقول لي محطة طب محطة في إيه خلينا قارن بين مروان محسن وبين مصطفى محمد اللي لسه سنة أولى كورة قدم أول محطة ليه تعال قدي المحطة لتصنع للفارق النهاردة الأهلي والزمالكة دكتور كابتن شريف الزمالك والأهلي أنا غير مقتنع نهائي بهذا الأداء وهذه كورة الخبر كابتن شريف كابتن شريف أنا مش معنى أني بقول كده فأنا مسلا كارح لا بالعكس أنا قلت قبل كده أنا قلت قبل كده كابتن شريف المشجع الرياضي المصري لن يقبل إلا بالفاير بس باعدك باعدك الآهلي أهلي يا كابتن إذا مالك باعدك زمالك باعدك زمالك باعدك في أي وقت أعوذره شوية ولكن الأهلي عندما ركب المباراة في الأول نادي الهلال متوتر من النادي alten كيف من النادي الأهلي كابتن أنا بقى أنا أنا مش شغل تدريب لكن أدوس أكمل يا كابتن أعمل التكتك أفنش الجملة صح أفنش الهجوم صح في عوامل خبيجية يا كابتن سعيد في عوامل خبيجية من أسف وقتي انتهى وطبعا ألف مبروك لنادي الزمالك ألف مبروك لنادي الأهلي صعودهم لربع النهاية إن شاء الله يكملوا لأبعد نقطة في البطولة وإن شاء الله أن البطولة تكون مصرية سواء بأقدام الزمالكوية أو بأقدام الأهلوية ومزيد من الانصارات للرياضة المصرية وطبعا بشكر ضيوفي النهاردة الدكتور إبراهيم منورني ومشرفني وحاجة جميلة أنا اللي بتشرف بحضرتك وسعيد جدا باللقاء بيكم مقامات كبيرة وكابتن أحمد كابتن سعيد كابتن شريف جرجاوي وأتمنى في نهاية حديثي إن الأهل والزمالك يكملوا نورتني وشرفتنا بنا يخليك يا سيد أحمد أنا اللي سعيد حبيبي ربنا يخليك البرنامج الجميل بتاع حضرتك دوة وأنا بردك في مداخل قبل كده قلت إن أنا متابع حضرتك حضرتك خبيك تربية رياضية متابع حضرتك كويس جدا وماشاء الله عليك حاجة جميلة وإنت إن شاء الله في يوم من الأيام هتبقى حاجة قوية أوك في المجال الرياضي بشكو الدكتور إبوهيم البطل اللي أتحلي الفرصة إن أنا أكون متواجد كابتن سعيد الشيناوي اللي أتحلي إن أنا أكون متواجد ربنا يخليك وأنا سعيد بيكو جدا جدا إنه أنت نورتنا نهاردة كابتن سعيد وطبعا أنا عارف إننا فيلسوف التحليل لا 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 كفاية القماد فيلسوف التحليل بالشغل العلم الجميل وأنا بشكرك وأتمنى أهلي وزمالك يكونوا في الفاينال وأتمنى رقي الأداء مش فوز وده اللي إحنا بإحنا بإحنا عندنا 120 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعاشوا كورة قدم متابعي الكورة والجماهير أسفين على التأخير النهاردة وأسفين إن إحنا طبعا صهرناكم معنا إن شاء الله في حصريات كتير وحصريات جديدة اوعوا تروخوا في أي حتة مع الكورة والجماهير مع أحمد سعيد كل يوم سبت 12 مساء وإلى اللقاء